عمل دؤوب وجهود استثنائية قامت بها تشكيلات من وزارة الموارد المائية ومديرية ريوة تشغيل ذقار ودوائر معنية أخرى لمكافحة آفة زهرة النيل في هورابو زرق القاطع الشمالي لمناطق أهوار المحافظة باستخدام حفارات برمائية وحاصدات أعشاب مائية بنسبة إنجازة وصلت إلى 97% حاليا توجد جهود مكثفة من قبل وزارة الموارد المائية وكل تشكيلات الوزارة حول إزالة هذه النبتة من هورابو زرق هناك تقدم واضح بالعمل تمت إزالة الإصابات الكثيفة لكن إزالتها بشكل كامل حيث هذه النبتة لربما تنمو داخل البرد والقصب وتختفي وبالتالي تظهر عندما يزداد نموها تم إنجاز أعمال إزالة نبات زهرة النيل بالنسبة تقريبا بحدود 99% بقية التشكيلات أيضا أعلنت إنجازها بالإضافة إلى إزالة النموات الجديدة أعمال المراقبة والصيانة الدورية مو من ضمن 36 كيلومتر مربع بل هي من ضمن 75 كيلومتر مربع اللي هي مساحة هورابو زرق الشمال بعد معاناة طويلة عنها الصيادون ومربع الجاموس والأهالي هنا في الأهوار فهي الحياة تنبذ من جديد بعد إزالة نبتة زهرة النيل من المسطحات المائية كانت هذا المقطوع من زهرة النيل مقطوع حتى الزوارغ ما تمشي به وحتى رزقنا نقضع أسأل الحمد لله والشكر غضوا عليه وبجود الطيبين والخيرين والمهندسين وهذا الماء كان مقطوع قاع حتى البلد ما يمشي به وخلف عندنا زهرة النيل حتى حج أنا جسمي هالسيدات شوفهم مرم هاك شوف هذا كليتهم مرم بطنه هاي كليتهم مرم ينقل هايخوي ويشرب الماء شراب مو طبيعي حتى الفلاليح ما للقاع ما استفادوا قاموا يزرعون ويبقى حتى الطعام بالقاع ما حدي يوصل الماء من نزلوا بهالمهندسين فتحونا باب وحده ما بقت هس ده هديش نأم سلم والله هايخوي وخلصته ورحمه منه الله من الله طهرون البارك كله هورو بزيرك والحمد لله وشكر في صارت مساحات قدرنا نشتغل به الصيد رجع الهور طبيعي صار قدرنا نمشي صراحة حتى عيشتنا منقطعات ولا زالت الأعمال جارية بتنقية الأنهر في الأهوار المصابة بهذه الآفة الخطيرة بيئيا لسيما أن جهات كثيرة شاركت بحملة المكافحة هذه ترجمة نانسي قنقر